اشتركوا في القناة وذلك لدى استقبال سموه الطلبة الحاصلين على مقاعد خالد بن حمد للطلبة الجامعيين وأولياء أمورهم ورحب سموه بجميع الطلبة وأولياء أمورهم مؤكدا سموه بأن تخصيص مقاعد للطلبة في الجامعات المحلية يأتي في إطار حرص سموه على دعم طلبة التعليم العالي على التفوق والتحصيل العلمي والاهتمام بفئة الشباب خصوصا وأن مرحلة الجامعة هي المرحلة التي تتكون خلالها شخصية الطالب ويحدد من خلالها مساره المهني وتخصصه العلمي وضاف سمو الشيخ خالد بن حمد تعتبر المرحلة الجامعية من أهم المراحل الدراسية لأنها الفترة التي تتشكل من خلالها شخصية الطالب وسلوكه وينهل من خلالها مختلف العلوم والمعارف التي تجعله مواطنا قادرا على دعم مسيرة التنمية بحسب تخصصه وأن المقاعد المخصصة للطلبة تهدف لتشجيعهم على مواصلة دراستهم الجامعية ليشكلوا عنصرا هاما وفعالا في خدمة وطنهم وحثى سموه جميع الطلبة على الجد والاجتهاد والمثابرة خلال مرحلة الدراسة الجامعية ليختموا مشوارهم الدراسي بأعلى الدرجات العلمية ويسهموا في خدمة مجتمعهم ووطنهم متمنيا سموه لهم جميعا التوفيق والنجاح موسيقى 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 بادرة حقيقة ستنعكس العكاس الجيد وجيء إيجابي جدا على ربط الرياضة بالتعليم عندنا أبناء متميزين في الرياضة ولكن ربطهم بالتعليم سيحظى الطالب بفرصة أنه يحافظ على ترقيه في مجال التعليم وفي نفس الوقت على استمراريته في مجال هذا الفيل الذي هو الرياضة وهذا ما أكد عليه حقيقة سمو الشيخ خالد الآن قبل قليل لما تكلم عن الفترة هذه الذهبية التي فيه قوة الطالب من فترة السبعة عشر إلى ما بعد العشرين كثير من أبناء البحرين هم متميزين في الرياضة ولكن يحصل لهم من قطاع بسبب مصرافهم في مجال التعليم هذه الفرصة بتتيح لهم أنه يستمر وفي نفس الوقت بيكون أيضا تعليم مرتبط بمجال الرياضة حقيقة مبادرة رائعة جدا ونحن في الجامعة الخليجية استقبلنا المبادرة برحابة الصدر وسعيدين أن نتوسع بالشراكة معها ونتوسع في تقديم المناح الرياضي لأننا أعتقد هذا بالنتجة رح ينصب على الطالب وينصب على الرياضيين في مملكة البحرين وبالنتجة هم ذول الرياضيين هم سفراء لمملكة البحرين رح يمثلون مملكة البحرين بالخارج لذلك نحتاجهم عندما يمثلونه يمثلونه رياضيا ويمثلونه ثقافيا ويمثلونه ينقلون تاريخنا وحضارتنا إلى شعوب العالم نشكر سمو الشيخ خاد على هذه المبادرة الطيبة طبعاً احنا اليوم هذه المبادرة نتتدرس وتلعب عشان إن شاء الله بذن الله نوصل الاحتراف ونوازي عساس نقدر نلعب ونرس نفس الوقت لأن الناس ما ذكر سمو الشيخ خاد أن البحرين فيه الخير والبركة إن شاء الله ونحن طبعاً نقدر نمثل البحرين بأفضل صورة بذن الله حبيت أشكر القادر رشيد حبيت أشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على هذه المبادرة والصراحة يعني هذه المبادرة يعني بتافرق حقنا كلاعبين حيث أننا بنطور مستوان الأكاديمي ونفس الوقت بنطور مستواننا الرياضي عساس أننا نرفع عالم البحرين في المحافظة القادمة إن شاء الله حبيت أشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على خليفة على هذه المبادرة وعلى المنحة اللي عطاننا أننا كلاعبين صراحة شوي في صعوبات أننا نوازن بين الرياضة ومن بين الدراسة والحمد لله بسبة هذه المبادرة قدرنا أننا نتأمن أننا ننجح في الرياضة وأيضاً في الدراسة وبإذن الله طبعاً نسوي إنجازات أعلى وأعلى حق المملكة وهذا اللي نطمحنا والبحرين دائماً يطمحنا الأعلى فهذا حلمنا وإحنا كأولياء الأمور نأكد لسموه بأننا سوف نكون داعمين ونحث أبنان طلب على استقلال هذه الفرصة من خلال تنمية مهاراتهم في الرياضة وكذلك تنمية قراتهم خلال العلم وهذا سلاح وهذا يجعلنا كأولياء أمور على الأقل مطمئنين على عيالنا دام فيه رعاية بالنسبة لهم ببدات في الجانب الأكاديمي وطبعاً الجانب الرياضي ما يحتاجهمهم ما مقصرين بس إحنا هذي كانت كأولياء أمور نحاتي هذي الجانب اللي غطاه سموها الله يسألناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر